تعز في فوهة بركان منذ اكثر من عامين ونصف مدينة تعرضت للعذابات اكثر من غيرها ووصلت الحرب والجثامين لكل قرية ومنزل في المدينة المنهكة بالصراعات وقع تعز ضحية موقعها الجغرافي حينا وضحية الانقسام ومحاولة اركاعها بالقوة حين قالت تعز انها ضد ان تتحول لمجرد جسر عبور لميليشيا الحوطي الى المحافظات الجنوبية قررت الميليشيا ان تذيقها ضريبة موقفها قتلا وتدميرا واوصلت الموت لكل قرى المحافظة المترامية الاطراع من قلب تعز الى اطراف الوازعية ومرتفعات السلو ووادي الضباب وصولا للمخى وباب المندب كان الموت هو الحاضر الوحيد في يوميات ابناء المدينة التي خسرت حتى اليوم اكثر من ثلاثة الاف مدني وعشرات الالاف من الجرحة حصار مطبق من كافة الجهات ومنع لمرور الاغذية والمياه والادوية وتم تدمير كافة مستشفيات المدينة وتمترس القتلة في الاحياء واعتل القناصة اسطح المباني وتحولت المدارس والمؤسسات لمعتقلات وتم تقطيع اوصال المدينة تقف تعز اليوم معزولة من كل دعم ومساندة وقد وصل القتال للنقطة السوداوية الاكثر حين قررت الفصائل المسلحة ترك معركتها مع الميليشيا جانبا لتتقاتل فيما بينها وسط المدينة منذ اشهر كثيرة والمدينة تعاني في صمت والاصوات من داخلها تحاول تجاهل صوت بنادق الرفاق وهي توجه نحوهم وتتحول لادات ترويع وقتل لابناء تعز صمت مطبق من الحكومة وشماتة عالية من اعدائها وعجز مخلوط بالفساد وتصفية الحسابات بين مختلف الفصائل وقيادة المحور التي عجزت عن السيطرة على الامن داخل المدينة تعز قطاع منفصل كما قال رئيس هيئة الاركان ذات مرة ورغم انها تتبع عسكريا المنطقة العسكرية الرابعة في مدينة عدن التي يوجد فيها اكثر من ثلاثة وعشرين معسكرا الا ان الية عسكرية واحدة لم تخرج من تلك المنطقة لنجدة المدينة تبقى تعز السؤال الاصعب في معادلة الدولة واللا دولة والتعامل معها بهذه الطريقة يجعلها اسيرة للموت وللجماعات الغارقة في الظلام